فضل السلام عليكم وعليكم السلام حت الله وكاته بخصوص الوصية وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولا هي بعيفة سندا حلو ثانيا هي مخالفة لظاهر الكتاب والسنة حلو لأن الكتاب والسنة يدعوان إلى الإصلاح والأمر بالمعروف والناهي عن المنكر والحفاظ على الدين وعلى الشريعة وإلى آخرين الله أكبر عليه ثالثا هي مخالفة لوظيفة الإمام لأن الإمام هو حارس الدين والشريعة الله أكبر عليه فإذا تعطل فإذا تعطل تعطل دور الإمام في صيانة الدين والإسلام فانتغى مبرر وجود الإمام الله أكبر عليه هي مخالفة رابعا هي مخالفة هي مخالفة للواقع لأن الواقع يشهد بخلاف ذلك خاصة لما استلم الإمام علي الخلافة قام بدور تغييري وجهادي وأخاذ عدة حروب وقام بعدة إصلاحات وهذا ما يؤكد أنه مخالفة للواقع يعني أربع شواهد تضحض هذه الرواية فهذه الرواية الله أكبر عليك إذن ما هي الوصية التي أوصها النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب بشأن إذا تعرض فاطمة لشيء فما يتدخلش ما هي الوصية دائما عندما نتكلم في مسألة ضرب خاطمة تقولون أن النبي أوصل عليه فما هي الوصية أين توجد الإمام علي عليه السلام كان عنده مبدأ الإسلام أولا لا أنا أتكلمك حديث الوصية أين حديث الوصية أنا لم أعثر عليه صراحة يعني عندما نتكلم نقول لماذا علي بن أبي طالب لم يدافع عن فاطمة فيذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصل عليه ولولا أن النبي أوصل عليه لكان علي لقتل عمر فين بقى الكلام ده فين الوصية دي درجة أؤكد أنا لم أعثر على وصية خاصة أنا بجيب لك بعطيك وصية صحيحة السند تفضل ولكن الإمام علي عليه السلام مثل ما قلت أنه كان عنده مبدأ الإسلام أولا لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين فكان مصلحة الإسلام هي بالدرجة الأولى هي بقاء الإسلام واستمرار الإسلام قويا كان هو الأصل الآن أعطيك رواية صحيحة السند تتعلق بوصية الرسول صلى الله عليه وآله يقول فيها يقول فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا علي إن قريشا ستظاهر عليك وتجتمع كلمتهم على ظلمك وقهره فإن وجدت أعوانا فجاهدهم وإن لم تجد أعوانا فكفت يدك وحق دمك ما المقصود بقريش يعني المقصود بقريش لأنه كان يعني قريش هي الفئة الأكبر اللي كان متواجدة في مكتب لو جاء الآن الرجل وقال النبي عندكم يكذب فقريش يعني الآن قريش بين مسلم أو قريشيين بين مسلما وكافرا فمن يقصد نبيك فما بأنها سترد عليه لأنه هي قريش كانت تمثل ثقل يعني الثقل الإسلامي يا باشا ثقل الإسلامي الثقل الإسلامي أصبح في المدينة وليس قريش نعم نعم انتقل يعني كان في قسم كبير من قريش ما هو دلوقتي قريش بين مسلما وكافرا المسلم أصبح صحابيا والكافرا ظل على كفره ما هي هون نقطة الخلاف لا نقطة الخلاف إن الحديث أساسا لا يصح حتى كمان متنا يعني على الأزهر الظاهر يعني أنه كان قريش استمرت في حرب في حرب الإطلام حاربت رسول الله ومن بعدها وهي لما كانت على كفرها استمرت في حرب الإسلام من خلال استهداف يعني متى حاربت كريش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم متى حاربت كريش الصحابة أو علي بن أبي طالب لم تحارب ولكنها كانت تخطط وتكيه وتحدث مؤامرات من أجل أنت معلش أذكرني الحديث ثاني الآن أذكرني الحديث ثاني يقول الحديث يا علي إن قريشا ستظاهر عليك وتجتمع كلمتهم على ظلمك وقهرك فإن وجدت أعوانا فجاهدهم طيب هنا أساسا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث أنا بالنسبة لي مكذوب خلاص ولكن أنا تماشى مع ظهر الحديث أن كلمة كريش ستتكتمع على ظلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه فمتى اجتمع أهل قريش وطبعا دول كفار متى اجتمعوا على ظلم علي بن أبي طالب طبعا نحن نعتبر أن قريش بفتح مكة عندما دخلت في الإسلام معظم الذين دخلوا في الإسلام كان لم يدخلوا بشكل فعلي وإنما دخلوا من أجل أن يحققوا يعني دخلوا ظاهريا يعني ظاهروا من الإسلام وباطنهم والكفر صح وعلى رأسهم أبو سفيان نعم معني شو على رأسهم أبو سفيان ومعاوية كمان صح نعم متى قال علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين هذا الكلام هذه وصية رسول الله متى قالوا هذا الكلام أنا عندي كلام مخالف لهذا الكلام عن التلقاء عندي كلام مخالف هذا الكلام أولا عندما سئل علي بن أبي طالب عن جيش معاوية قال لا نستزيدهم في الإيمان بالله واليوم الآخر ولا يستزيدوننا والرب واحد والنبي واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان والعلم بين البراء يعني شهد لهم بالإيمان ثانيا لو كانوا كفارا أبا سفيان كافرا ومعاوية كافرا فهل يحق للإمام المسلم أن يسلم زمرة المسلمين لكافر الثالثة أنت تقول أن هؤلاء الكفار سيكتمعون وهو قال قريش قال قريش والمسألة كلها كانت بين أهل المدينة وفي المدينة المدينة وأهل المدينة فأين القريشيين هتقول لي والله هاجروا تمام هقول لك الدين الدليم من فم علي بن أبي طالب أن هؤلاء تظاهروا على علي بن أبي طالب أي أهل قريش وليس أهل المدينة ومن هاجروا فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم من يتكلم عن المهاجرين وأنصار هذه الثانية الثالثة لو اعتبرنا المهاجرين وأنصار كلهم على قلب رجل واحد وتظهروا على علي بن نبي طالب عندما أفتح كتاب الله عز وجل أجد السناء على المهاجرين وأنصار من مات منهم ومن ظل حيا فمن أسمع وهذا القرآن سيبقى إلى يوم القيامة إلى أن يرفعوا الله أقرأ القرآن ألي تزكيت المهاجرين والأنصار أسمع كلامكم أليكم بتطعنوا في المهاجرين والأنصار أفتح القرآن ألي بذكر المهاجرين والأنصار أسمعكم أليكم بتطعنوا فيهم فمن أسمع أنا لم أطعن بالمهاجرين والأنصار يا باش أنت اللقين الحديث دلوقتي قريش خلاص أنت يعني قريش دولة اللي هم القريشيين وليس المدنيين الظاهر أنه من هذا الحديث أن القريشيين التي كانت تقود المؤامرة حلو الآن القريشيين قاموا بالمؤامرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ نعم لماذا لم يقف أهل المدينة معا لي؟ كانوا متأسرين بالمؤامرة يا رجل يا طيب كانوا متأسرين وكانوا ماشيين معهم يا رجل يا طيب متأسرين بالمؤامرة يعني أنت تدخل 120 ألف صحاب النار عشان رأيك أنت طب أنا هنا لما بقى أقرأ ما بقرأ ما بقرأ شي فقط اللي هم أهل المدينة وما بقرأ شي فقط الأنصار بقرأ دايما الآيات تأتي بالمهاجرين والأنصار مهاجرين والأنصار تزكية المهاجرين وتزكية الأنصار تزكية المهاجرين وتزكية الأنصار والذين هاجروا وآوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا أولئك أنا بقرأها في كتابك أولئك هم المؤمنون حقا بفضل أقرأها إلى يوم القيامة وستأقرأ إلى يوم القيامة أولئك هم المؤمنون حقا فأقول لي بالله عليك من نسخ هذه الآية أو مسحها من القرآن الكريم حتى لا نقرأ على أقل ويفتننا القرآن الكريم لا رضوان الله على الصحابة طبعا طبعا أنت لسه بتشتمهم لسه أنت بتشتمهم لم أشتمهم أنا وصفت الواقع الواقع أنه حصل نحن باعتقادنا أنه الإمام علي تعرض لظلم للمظلومية يا غالي طب ما حطيتش في اعتبارك ولو واحد في المية أنه ممكن أنتوا لتكونوا غلطانين يمكن أنتوا أساسا معلش يعني ممكن أنتوا أساسا معلش اللي مضحوك عليكم يعني أنا أعمل بص حضرتك أنت هات سورة الأنفال آية رب أعوى السبعين ماذا تقول آية يا محمد كده بص والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا هم المؤمنون حقا نعم تمام أولئك هم المؤمنون حقا طب أنا الآية دي أنا الآية دي في القرآن الكريم حتفضل في القرآن الكريم إلى يوم القيام فالله عز وجل أنبأنا أن هؤلاء الذين آووا والذين هاجروا أولئك هم المؤمنون حقا نعم هفضل قرأه إلى يوم القيام بهذه الكيفية لو إحنا سألنا سؤال بسيط قلنا للشيعة يا شيعة من الذين ثابتوا مع علي بن نبي طالب بعد النبي سيقولون أبا زر والمقداد وسلمان ومن تاني الرابع عمار صح كده طيب نعم لو مسكنا الأربعة دول هنلاقيهم من المهاجرين ولا من الأنصار المهاجرين طيب فين الأنصار طبعا لم يكن الأمر محصور بهؤلاء الأربعة ولكن كان هن هؤلاء الأربعة كانوا أبرز أتباع علي بن أبي طالب طب الديني ثلاث أسماء تاني ما لا أملك شفت بقى لا تملك طب أنا أقول لك إيه رأيك في سيدنا حزيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم طب إيه رأيك في أبو عبيل الجراع طب بلال بن رباح رضوان الله عليهم جميعا ليه رضوان الله عليهم جميعا وهم كانوا مواليين لأبي بكر ليه ما أنا بسأل نفسي ليه أنت تعرف عندكم أن عمار حاصة حيصة يعني عمار بايع أبو بكر الصديق وبعدين تراجع ده في الكتب الشيعية حيصة حيصة طب إيه أنا نفسي أفهم إيه يعني الآيات كلها التي تزكي الأنصار ما في واحد من الأنصار بايع علي بن أبي طالب حسب أقوال الشيع ما في واحد من الأنصار بايع علي بن أبي طالب وأنت الآن تقول أن أهل قريش يعني عملوا مكيدة أو جمعوا أمرهم على علي بن أبي طالب يعني الأنصار ما فيش وعلى فكرة يعني أبي زر والمقداد أبي زر والمقداد من قريش نعم تمام وعمار كذلك نعم وهذا اللي بقالك طيب يعني مش عارف تيجي إزاي الأمر قد يحتاج إلى تققيق أكثر لا أنت خلي 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 الإبلة بتاعتك القرآن الكريم نعم خلي الإبلة بتاعتك القرآن الكريم ياخذ هناك آيات كثيرة جدا في المهاجرين وأنصار وتزكية أنا بقولك أنا أقرأ والله دلوقتي ألاقي تزكية المهاجرين وأنصار في القرآن الكريم أروح أسمع كلام الشيعة أجد عكس ذلك أرجع للقرآن الكريم ألاقي تزكية للمهاجرين وأنصار أروح لكلام الشيعة طب من أصدق أصدق الأحاديثة التي من الممكن أن أتلاعب بها البشر أم أصدق القرآن الكريم الذي حفظه الله عز وجل لنا ذلك الكتاب الله رائب فيه لا يتي الباطل من بين يديهم من خلفه إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له لحافظون بل الله عز وجل هدد النبي صلى الله عليه وسلم وقال وله تقول علينا بعض الأقويات إلى آخر الآية نعم يعني ده النبي نفسه ما يستطيع أن يتقول على القرآن ما يستطيع فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم نعم نحاول تراجع نفسك وإنت نسان طيب ونسأل الله عز وجل أنا ولك الهداية إلى بحب الله عز وجل أرضاه وشكرا لك شكرا لك نعم شكرا لك